احنا دايما في يوم سعيد بنحاول تكونوا معنا في الستوديو باجاباتكو على اسئلتنا اللي بننزل بيها بكاميرا يوم سعيد ليكو في الشارع ونسألكو اسئلة كده ظريفة ولطيفة يا ترى كام مرة استخدمت لبس من لبس اخوك او يعني هو كان مسيطرة عليه فكرة انه هو هيلبس الطقم ده وفتحت دولاب ملقهوش انت نزلت بيه الجامعة او رحت بيه الشغل والحكاية بقى وصلت لان انتو كده كام يعني مرة فيه كام خناقة كام حكاية كام موضوع ده اللي هنسألكو فيه في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل معاكم يوم سعيد جربت اتقلب بهدوم من اخوك قبل كده اكيد مفيش حد ما اعملش كده كل الدينا بتعمل كده اكيد طوارة دايم بلبس ما عنده لا هو انا عندي اخويا بس هو انا و هو بناخد التشيرتات من بعد عادي في السيف و كده بصراحة اختي اصغر مني هي اللي بتقلبني دايما اهو باترونيوز ده بانترونيوز لبسي هو ده بانترونيو لبسي هو لبسي مش حاجة بقلب دولاب اخو باخد منه برفان مثلا السماعة هي الجدف لا هو اللي بقلب دولاب انا بقلب وهي بتقلب برضي من اختي انا ملمس حاجة حاجتي اصلا تقريبا اقلب حاجة على طول اتقلب في حاجة تانية يعني تاني يوم على طول حد لو هو مش بحتاجها لازم ان انا اتقلبت بقى اتقلب على طول و دايم تجري وراي وتوقع تقول لا او مش حرف ايه وتوقع تخبل حاجة مني و انا روح لهم جايباة من على خسالة واخدها 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 عندي ماما بقى توقع تقول لي ما تتخديش حاجة من اخوكي حاجة هببوز ما عرفش ايه يعني انا اخيه ما عندوش مانع اتقلب لأي حاجة خلص بقعد ازعقلها و كده وماما ما بتتكلمش بتقول لي سيبيها تاخد اللي هي عايزها هدو ما بتدخلش فيها هو اللي باخد مني هدوه بتخاني كتير بسبب الهدوما اللي بتبوز اكيد بس يعني هي ما بتيجي تقلب مني حاجة بقى في اليوم دا انا عايدة لبس نفسها حاجة بيكون هي نزلت خلاص بترجع بقى بيبقى فيه مصيبة بقى فيه خناقة بجد بس ما بقى مالش بقى هنا تلبس حاجة لكن انا لبس حاجة عايدة بتخاني معايا وطاقت بقى تقول لي انت خدت ايه ومش هارفة ايه وبيحصل تولع في البيت يعني